موسيقى مشاهدين الكرام سعد الله صباحكم بكل خير أهلا بكم إلى معرض صحفتي المحلية والعربية لنهار اليوم الأربعاء الثالثة جوان المرافق لسادس عشر من شعبان 1436 هجرية البداية بأهم ما جاء في الصحفتي المحلية وصحفة الشروق وفي موضوع اقتصادي كشفت عن رقم خيالي لعدد المؤسسة الفرنسية التي تصدر منتجتها للجزائر وجاء في عنوان الشروق حسب سفير باريس بيرنر إيمي آلاف أو ستة آلاف مؤسسة فرنسية تصدر للجزائر ذكر سفير الفرنسي بالجزائر أن بلاده تبقى الشركة الاقتصادية الثانية للجزائر بمبادلات تصل إلى 5.10 مليارات أورو وأول مستثمر في الجزائر خارج قطاع المحروقات وأول أجنبي يوظف الجزائريين حيث تتواجد 450 مؤسسة فرنسية ما مكن من خلق 40 ألف منصب عمل مباشر و100 ألف منصب آخر غير مباشر في حين توجد نحو ستة آلاف مؤسسة فرنسية تصدر للجزائر وجاء هذا في افتتاح أشغال لقاء الجزائر المنظم بباريس من طرف مكتب فرنسا للأعمال حيث قال من جهة أخرى إن فرنسا وفي إطار إعطاء مرونة أكثر للتنقل بين البلدين سلم 350 ألف تأشيرة للجزائريين خلال السنة الفارطة مقابل زيارة 250 ألف فرنسيين للجزائر صحيفة الفجر كتبت عن احتمال انضمام خصوم سعدان لتنسيقية الحرية والانتقال الديمقراطي قصد تقوية صفوفها وجاء في عنوان الفجر يفصلون غدا في مستقبل نشاطهم بعد تراجع إمكانية تشكيل حزب مستقلة التنسيقية ترحب بخصوم سعدان لتقوية صفوف المعارضة رحبت المعارضة بانضمام خصوم سعدان إلى تنسيقية الحرية والانتقال الديمقراطي قصد تقوية صفوفها حيث من المنتظر أن يفصل معارض والأمين العام للأفلان في مصير نشاطهم السياسي غدا خاصة وأن فكرة إنشاء حزب جديد لم تلقى إجماعا ما يرجح كفة انضمامهم لوعاء سياسي أقوى وأنف رئيسه الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ناصر حمددوش في تصريح للفجر وجود اتصالات رسمية بين معارضي الأمين العام لجبهة التحرير الوطني وأحزاب منضوية تحت لواء تنسيقية الحرية والانتقال الديمقراطية ما عدد اتصالات أخوية بين المناظرين إلا أن محدثنا تضيف الفجر رحب بأي خطوة جدة من المناظرين قصد الانضمام لصفوف المعارضة صحيفة الإخبارية كتبت عن اضراب جديد في قطاع الصحة ممارس الصحة العمومية في احتجاج وطني أمام وزارتها الصحة اليوم ينظم اليوم ممارس الصحة العمومية احتجاجهم الوطني أمام وزارة الصحة أو تلبية لنداء النقبة الوطنية لممارس الصحة العمومية لتنديد بتجاهل الوصاية للائحة المطلبية المدونة في محظر الصلح الموقعة بتاريخ الرابع أفريل الفارط مطالبين إياها بفتح باب الحوار بدون وسطة مع نقابتهم أو بين نقابتهم أقول والوزارة الوصية وفي هذا الصدد قال أمس رئيس النقابة الوطنية لممارسية صحة العمومية إلياس مرابط خلال ندوة صحفية نشطها بمقر النقابة بالعاصمة إن خيار العودة إلى الاحتجاج جاء بعد انتهاج الوصاية سياسة التجاهل والتماطل في تلبية مطالبهم ننتقل إلى الصحافة العربية وصحيفة النهار اللبنانية التي نقالت مطلب حكومة طرابلوس غير المعترف بها دعم أوروبيا لوقف الهجرة غير الشرعية وجاء في عنوان النهار اللبنانية حكومة طرابلوس تطلب مساعدة الأوروبيين في ضبط الهجرة غير الشرعية طلبت الحكومة الليبية التي تتخذ مقرا في طرابلوس ولا يعترف بها المجتمع الدولي مساعدة تقنية أقول من الأوروبيين لمكافحة تهريب المهاجرين والمساعدة على الحوار مع الحكومة المنافسة في طبروق ونقلت صحيفة لوفيقارو الفرنسية عن وزير النفط ما شاء الله سعيد قوله لا نسعى إلى دعم مسلح بل مساعدات إنسانية وديبلوماسية وحكومة طرابلوس مدعومة من ائتلافات أو مئتلاف قوات فجر ليبيا وبعضها إسلامي التوجه وضف أنه في طار مكافحة الهجرة غير الشرعية لا نطلب من الأوروبيين قصف شواطئنا بل نريد مساعدتهم التقنية لتزويدنا بمراكب وطائرات بلا طيار وأقمار صناعية تجيز لنا مكافحة تلك الرحلات إلى البحر المتوسط صحيفة القدس العربي وعن المشهد اليمني كتبت سقوط قمة استراتيجية مطلة على تعس في يد الحوثيين طائرة أمريكية تقصف قوات المقاومة الشعبية ذكرت مصادر والمقاومة الشعبية في محافظة تعز أن قمة العروس الاستراتيجية في جبل صبر المطل على مدينة تعز سقط الجمعة عقب انسحاب رجال المقاومة الشعبية منه إثر انتهاء الذخيرة بعد أسبوعين من الدفاع المستميط عنه فيما أكدت مصادر قبلية يمنية أمس الثلاثاء النغرة جوية لطائرة أمريكية من دون طيار قصفت مواقع المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمنية عبدرب منصور هادي في محافظة الجوف شرق اليمن وقالت مصادرها المقاومة للقدس العربي إن قمة العروس في جبل صبر سقط بيد المسلحين الحوثيين بعد نفاذ الذخيرة من رجال المقاومة رغم المنشدات المتواصلة مع قوات التحالف العربي لدعمهم بالأسلحة النوعية والذخائر دون جدوى صحيفة الشرق الأوسط نقلت تفاؤل منظمة أوباك بخصوص ارتفاع أسعار النفط واجأ في عنوانها أوباك متفائلة عشية اجتماعها وتتوقع صعود النفط إلى 70 أو 80 دولار أمين عامل منظمة نرى علامة إيجابية خيمت أجواء من التفاؤل على منظمة الدول المصدرة للنفط أوباك قبل اجتماع نصف سنوي يعقد بعد غد في فين لتحديد استراتيجية المنظمة بارتفاع أسعار البترول خلال الفترة المقبلة وعبر عدد من المسؤولين والمندوبين في أوباك عن الأمل في مزيد من تعافي الأسعار على الرغم من تخمة إمدادات المعروض في السوق العالمية وتوقع عدد منهم صعود سعر الخام إلى 70 أو 80 دولار للبرميل في الأشهر المقبلة وفي عام 2016 وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إنه يرى علامات إيجابية على تحسن سوق النفط وأكد للصحفيين حدث تحسن نعم بهذا ناتي لختام معرض الصحفة لنهار اليوم شكرا على حسن المتابعة والإشغاء السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة